أخبار بالنسبة لنادي الأهلي على الموقع الشروق الدرندالي رئيساً لبعثة الأهلي في مواجهة الواصل الإماراتي الشروق جلسة خاصة بين يوسف ونجيب على هامش مران الأهلي الوافد علي معلولة محمد نجيب يواصلون التأهيل في الأهلي الواطن سبورت اجتماع تنصيكي في الأهلي للترتيب لرحلة الإمارات فيتو ستين دقيقة أشغال شقة أو أشغال بدنية للعبئة الأهلي في المران الصباحي البوابة نيوز تدريبات تأهيل شام حامد أهلي الصباحي بوابة الأخبار عشور يغيب عن مران الأهلي وانس ري علي لطفي يغيب عن تدريبات أهلي سوبر كورا الأهلي ثالث أفضل جمهور في العالم خلال استفاء مركة الأسفنية سوبر كورا اتحاد جدة يستعد للأهلي بودتين قبل سرعة مصري السعودي طيب زي ما قلت لكم خلاص في مهمة داخل عليها النادي الأهلي وهي بطول الكاس زايد ومحاولة العودة في ممرات الوصل ان شاء الله النادي الأهلي قادر على تخطي هذه العقبة والتأهل لدور الثمانية من هذه البطولة الشروق قالت أن الجلسة خاصة بين محمد يوسف ومحمد نجيب على هامش مران الأهلي النهاردة وكابت محمد يوسف كان بيطامن على محمد نجيب اللي عنده قطع في جدروف الرجبة بالتالي بيشوف أخباره إيه حالته إيه لدورانك التأهلي بالنسبة له ماشي إزاي محمد نجيب أحد العناصر المهمة وعناصر الخبرة في صفوف النادي الأهلي يطامن له كل الشفاء العجل ويعود سريعاً للملعب الوفد قالت أن علي معلوم محمد نجيب بيوصلوا التأهيل في النادي الأهلي وده اللي اطامننا عليه من خلال زميلنا كريم أحمد منذ قليل وقال لنا كل الكواليس الخاصة بنا فيه بقى خبر يعني مهم جداً بنسبة لجمهور النادي الأهلي وهو من السوبر كورا وقالت أن الأهلي ثالث أفضل جمهور في العالم خلال استفتاء ماركة الأسبانية زينا عارفين فيه استفتاء في الفترة دي بنسبة لمجلة ماركة الأسبانية واللي بتتكلم فيه عن أن نادي بالميراس البرازيلي تصدر الاستفتاء اللي طرحته المجلة الاختيار أفضل جمهور في العالم بصوا أي أمكان اللي هيحصل استفتاءات مش استفتاءات هو أفضل جمهور في العالم هو جمهور النادي الأهلي ده حاجة معروفة تمام فالاختيار أفضل جمهور في العالم بواقع يعني المتصدر استفتاء حتى الآن بواقع 128 ألف صوت هو بالميراس البرازيلي بداوي المغربي